بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خوتي اخواتي مرحبا بكم معي من جديد على قناة كويزين امرزان في فيديو جديد ان شاء الله ووصفة جديدة والي هي واحدة من المعسلات المغربية اللي كتكون حاضرة بقوة في المائدة الرمضانية المغربية في شهر رمضان الكريم اللي وهي البليغة فهذه المعسلة اخواتي كتش رائعة مقرمشة بدون بيد والمضاق ديلها ولا ارواع متمنكم تجربوها وتردو عليها في التعليقات ولي ما زال ما اشتركش في القناة كنقوله الف مرحبا بك اشترك معنا وفعل زر الجرس عفوا باش يوصلك كل جديد فبقوا معايا باش نتعرفوا على المقادير وطريقة تحضر ان شاء الله بالنسبة للمقادير اخواتي عندي نصف كيلو ديال دقيق الابياد او الفورس عندي هنا 400 جرام ديال زلجلان خضر ما يكونش محمرة لبنات حيث ما زال البليغة فاشكي يتقلوا في الزيت يعني هاد زلجلان لك المحمرة غير مضاق ديال المرورة زلجلان خضر كيفما ممكن ديرو غيت 300 جرام ماشي مشكل عندي هنا جوج معالغ خقبار ديال الزبدة لينة او رطبة يعني واخده حرارة درجة حرارة للمطبخ نصف كاس ديال ماء ازهر اه خمارة واحدة من فئة ثمانية جرام او باكين بودر من فئة ثمانية جرام ثلاثة معالغ كبار ديال الزيت كاس ديال الماء وغادي نشوفه من بعد اه اش حال غادي نزيده ان شاء الله ملعقة ديال القرفة اللي مطحونة ومغرب اللي كي هششنا هاد البلغات اللي بغاهم مهشاش اكتر يدير كيمية اكتر معالقة كبيرة مخلطة فيها النافع وحبت حلاوه مطحونين ومغربلين مزيان ورشة ديال الملح ضروري فهدوه هما المقادير بقوا معايا الان باش نتعرفوا على طريقة تحضير هاد البلغات وكل اسرار نجاحة بإذن الله تعالى بسم الله خديت واحد الاناء او قسرية خويت فيها دقيق زلجلان او السيمسم النافع وحبت حلاوه مطحونين ومغربلين القرفة كذلك مطحونة وباكين بودر او الخمرة ديال الحلوه وغادي نضيف واحد الرشة ديال الملح يعني هنا اخواتي خلطت كل النواشيف مع بعضها ونحاول نخلطها باش تتخلط مع بعضياتها كم زيان. وهنا غادي نضيف الزبدة اللي تكون وخضة درجة حرارة المطبخ ونحاول نخلطها تهية مع هاد الخاليط نحرك ها كم زيان باليدين حتى اه حتى التلفلي يعني في ديك الضجلان والدقيق وديك الزجلان والدقيق كذلك يتلبسوا لي كلهم بهاد الزبدة. وانتم ما كانت شوفوا الفيديو اخواتي ما تبخلوش عليها بلايك وتعليق وخليوا لي رأيكم ولي ما زال ما اشتركش مرحبا اشترك معنا وفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد فما تبخلوش عينا بلايكات ديالكم والتعليقات المشجعة ديالكم. هنا اخواتي ضفت الزيت الخل وماء الزهر وغادي نبدا نجمع بالماء. الماء اللي بغيتو يديروه دافي ماشي مشكلة. انا ندرته عادي يعني انا نجمع كيف ما ممكن ديروها في العجلة. انا انا صراحة بحل هاد الوصفات سلو هاد البليغات كام بغين ديروهم بليد باش كنحس بالقوام ديال العجين ونتحكم فيها اكتر. هنا نضيف الماء يعني بالتدريج حيث العجين ما تجمع ليش. اه اه اخدام معيات قريبا اه كاس وزيت واحد الكاس اللاروب. وكي بقى على حساب اه اه دقيق. هاد البليغات تلبنات بدون بيد. بالنسبة الاخوات اللي كي طلبوا الوصفات بدون بيد. كان طلبت اخواتي. كيف ما كتشوفوا حصلت على واحد العجين يعني. ممكن ديرو حتفل عجانا حصلت على واحد العجينة اللي رطبة. ما تكونش قاسحة وما تكونش عاو تنخفي فجارية رطبة كيف ما اشتروا حاولت ننضيها ونجيبها شوية على طاولة العمل. ونقسمها لاربعات الاجزاء متساوية. لابنات ما تنسوش لايك وتعليق. وسبسكرايب للناس اللي ما زال ما اشتركوش في القناة او اللي اول مرة كيشوفوا الفيديو ديالي فمرحبا بكم معايا. شاركوا في القناة وفعلوا زير الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. هنا بعد ما قسمت هاد الكوائرات ديالي. حطيتهم كل جزء في بلاستيكا. وغادي نخليهم يرتاحوا واحد من الساعة كيفما ممكن تخليهم قاعدة الساعة ولا تتالي وشغلكم ماشي مشكل. كل ما ارتاح العجيم كي تطلق لنا بسهولة وكي يعطينا الطعف الخدمة. هنا خديت اول كوائرة. اه رشيت طاولة العمل ديالي بشوية ديالتقيق. وكان بدنا نطلق ديالك الكوائر ديالي. كل مرة كيف كتشوفوا نحاول نقلبها. علاش باش ما تلسقش لي يعني كنتأكد بلي العجين ما لسقليش. باش ملين غا نقطع يعني ما غا يلسقليش دوك الوحدات فوق طاولة العمل. ضروري. مره 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 نقلبوه نرشو القليل فقط من دقيق. ما تكتروش. ونطلق بدلاك حتى نحصل على واحد العاجل اللي هو رقيق بزاف. ما تخليوها شغلي دا لبنات البلغات كي يكونوا رقيق بزاف. وخديت هنا واحد القطعة ديال البيتسا. او ممكن تديروا ديك شنو سميتها. اه جرارة هاديك اللي كتكون مسنة. وتحاولوا تقطعوا مستطيلات ما يكونوا شكبار بزاف. ومن بعد دعوه تاني اتقطعوا بالعرض يعني اه مربعات. يعطوكم شكل مربعات. حاولوا ديرهم شوية صغارة البنات متكبروهم شكل اللي غا يجي صراحة يحليلو وهو مع يعني شكل متوسط. الحجم متوسط ما شي كبير. ديك العجيل اللي كي شاتلي نجمعه في واحد البلاستيك مع بعضه. وكن خليه يرتاح. حتى الوقت اللي غا نبغي نسلي العجين كل ونعاود نبغي نخدم به. غا نضيف له شوية اللي اللي قيت ونشف. ونخليه يرتاح. ونتلقوا بديك كيف شوف الطريقة اللي ولا يعني. هنا اخوتي غا نبدأ بتشكيل الواحدات. كان اخذ كل مربع. وكان نلاقي هذوك الريوس اللي مقابلين في الوسط. وكان ضغط عليهم مزيان مزيان. تأكدوا البنات بليراكم كتضغطوا مزيان باش ميتحلوش ليكم. في اثناء القلي. انا رمت حلت لي حتى شيوحدة وهدي طريقتي المعتمدة ومقاديري المعتمدة ان شاء الله بإذن الله. ننجح معاكم حتى انتم. هانتم اخوتي كان اخذ المربع. كان قلبه فيتي. كان دير الاصبع او السبابة ديالي في الوسط. وكان لقي عليه هذوك القناة. وكان ضغط مزيان. كان ضغط مزيان يعني. كان حاول نضغط حتى الرقق ديك العجين شوية. يعني كان حس به ولا عجينة واحدة مبقاش مفروق كلها تبقى بوحدها. وكان استمر هكذا. مع الوحدة تقول لهم. كيف ما ممكن تقطعهم بقطعة دائرية. مثلنا يعني ديك المول اللي كيكون قطعة هكا ديال بلاستيك دائرية مثلنا. وتجمعوا الوسط. انا كي يعجمي الشكل ديال البلاغات هكا نقطع مربعات. اصلا لعجين ما كيدا حش بزاف. وكي يجي براتيك وكي تخدم دغية حسن. يعني وكي يعطيت الشكل ديال البلاغة. كي يجي الشكل البلاغة. كي يجي زوين حسن من انه كن تقطع. اذا ما غنى صيحة. انتو ما الشكل اللي عجبكم ديرو. حسن من انه يتقطع دائري. ويتجي مع الوسط. سافي اخواتي كن استمر بنفس العملية. وكن اكد على الضغط مزيان. فين كي يتلاقى العجين ضغطه مزيان. انا حاولت ما نصرعش الفيديو بزاف. باش توصل المعلومة لكل الاخوات وخصوصا المبتدئات او اللي عمرها ما تجرأت تجرب البلاغات فهما الساهلين. ما كي ياخدوش وقت دغية كي يوجدو. راهم ما كيتحلوش في القليل البنات الى تبعتو النصائح. وطريقة كيف حطتها والمقادير كذلك. را ما كيتحلوش باتاتا ما كيتحل معكم حتى شي وحدة. وهذا الكيميا قد حط ما كيميا مهمة يعني تبصيل كبيرة عامر. راهم ما يزيد على واحد مية وثلاثين حبه اكتر اكتر يمكن قاع. صافي اخواتي هنا مبعد المساليت. غناخد واحد البلاتو. وغنهز الوحدة كيف كتشوفو كنعاود نضغط واحد ضغطه باش كنتأكد يعني انه ما غيتحلوش ليه. هانتوما كيف كتشوفو كنستف هاد البلاغات واحدة جنب واحدة. حتى نسالي كل شي. هكدا هنستمر في العملية غنولي نهز قريصة واحدة اخرى. ونطلقها. بنفس الطريقة يعني على الدقيق. ومرة على مرة كنقلب القريصة ديالي يعني العجين ديالي باش نتأكد انه ما غير يسقليش في. في طاولة العمل ديالي. ونقطعه ونطلقه لك رقيق رقيق مزيان. البلاغات ما كيبريوش يكونو اغلاد. وهنا اخواتي كيف كتشوفو غن نحاول ندير معاكم بشكل اخر. كنحاول نقطع اشريطة او مستطيلات اللي هي رقيقة ما تفوتش. ما تفوتش واحد واحد نص سنتيم هكا سفر فاصل خمسة سنتيم. يعني تكون رقيقة كلما كانت رقيقة يكون حسن ما تكونش. وهذه الطريقة كندير اللوية اللولة على جوز سبعان. ومن بعد كندخل سبع الثالث غير كي يتلاقى العجين ونقطع. يعني ما نزيدش اللوية حتى الفوق باش ما يجيوش غلاد. هنتو ما كنتشوفو حيتها من بين سبعاني. وفين تلاقى العجين. كنضغط مزيان. كنتمنى الوقت تكون طريقة واضحة كنضغط مزيان باش ما يتحلش. ناخد معاكم شارط واحد اخر. جوز ديال السبعان في اللول هنتو ما نفيت عليهم. من بعد هنا غندخل الثالث غير يتلاقى للعجين ونقطع. غن نسلتها من من سبعاني. وجيها فين تلاقى للعجين هي اللي غنقرص مزيان. كيف كنتشوفو. هي اللي غنقرصها باش ما يتحلوش ليعفوان. وذيك العجين اللي كيبقى ضروري كنردوه للبلاستيك. منين غنحتاجوه راه غادي نجبدوه نزيدو الواحد الرشيشة الماء. ندلكوه شويا نخليوه يرتاح ونخدمو به. هانتو ما أخواتي. شو كيف كي يجي. كنتمنى حاولت ما نزربش في هاد المقطع هاد بزاف. باش تكون طريقة واضحة الجامعة. هانتو ما. هاد المعسلة هادي بالطبط كتعجبني بالطريقة ديالها المغربية التقليدية القديمة العريقة. تبقى البلغة على وصولها بشكلها بكل شي. هانتو ما البنات دائما جوج ديال الأسبوع. كنلف اللفة اللولة. ومبعد ما كنبغي اللفة الثانية. كندخل الصبع الثالث. ونقرس. غري تجمع العجين كنقرس. صافي اخواتي. هكا غنستمر. نكمل البلغات اللي بقى ولي العجين لاخر كله. نستف البلاتويات. ونخليهم ينشفو واحد نص ساعة ساعة. او لحتى تكملوا قع شغلكم. ماشي مشكل. نخليهم ينشفو مزيان. هنا اخواتي العسل. خويتوا فواحد اللوبول. هاد العسل اللي كنتو جيت معاكم في القناة. دابا نخلي لكم ان شاء الله الرابط دياله في صندوق الوصف. يكون بارد. ما يكونش سخون لدافي. ندير واحد المقلات فيها الزيت. مقلات شوية غارقة. ندير فيها الزيت يسخن مزيان. ونبدأ ناخد ذوك الواحدات ديالي. شوفوا البنات. نعاود ندير غضغ تخفيفة. يعني باش نتأكد انهم ما غيت تحلوش. وخاءنا متأكدة يعني ولكن كان نأكد على المبتديئات. واحد ضغطة خفيفة. فين جمعنا ذوك الريوس ديال الموربع. ونحط في المقلات. نقص شوية العافية باش يطيبوا على خاطرهم ويتقرملوا. يعني يجيون مقرمشين. كيف تشوفوا. وكن حاول نرش مرة على مرة هادي. هادي خطوة اختيارية اللي بغيتو ما تديروها شبلاش. كنرش شوية ديال الزيت من الفوق. إلاش تشي بغيسة مازالة خضرة. وانا كنقلب هكا. اللبنات ما تخليوهم شي تحمروا بزاف. حيتاش فاش كيت تطفو في العسل. راه غاي ولي بل لكم ديكل لون ديرهم بحلا محروق. غير الدهبلوين ديالهم كافي. كيف كتشوفوا هاكدا في الفيديو في الصورة دابا. كافي. هانتو ما شوفوا معي. راه ما محمرين جبزة. شوفوا البنات. مباشرة كنهزهم بواحد صفايا من المقلات. مباشرة كنحطهم في العسل. يعني ما شي كنخليهم يستقطرو ويبردو. هما أصلا ما كيهزوش الزيت. فما غاديش نخليهم يبردو عاد نديرهم في العسل إلا. مباشرة من المقلات اللي في ها الزيت. العسل كنطفيهم في العسل مباشرة هانتو ما كيف كتشوفوا. وراه اللوين غير يلا كي يدهبوا البنات. في الأول كن أكد العافية كانت مجهدا حتى كيشدوا راسهم. مباشرة كنهز ونحط نطفي في العسل. وقدرت دابة واحد القلية واحدة اخرى هي كالتقلة. هنا كنحاول نقلب هادو كل الولاء في العسل مزيان باش يتشربوا لي العسل. ويأخذوا حقهم في العسل. حتى يقرب تقلالي القلية الثانية. دابة القلية الثانية هاي دي قربت. بدات يعني صافي غاد نحيدها. عاد غا نخوي العسل من هاد البلاغات. يعني اللوالة اللي قليت في اللول. نتمنى البنات نكون واضحة. يعني كنخليهم مغطوسين حتى القلية اللي موراهم طيب. عاد باش كنجي نحيدهم من العسل. ونحط عاو تاني القلية الثانية. وهكذا هانتم هكا تشوفوا البنات بعد ما تعسلو. وحطيتهم ضروري فاش تحيدوهم البنات من العسل. في واحد صفايا ولا واحد الكسكاس هكا مطقبن هاد مخليه هاد شي. كنخليهم يستقطروا ديك الفائد ديال العسل. وهنا القلية الثانية ديالها هي ديحتها هي طابت. ونفس العملية درت معها. هزيتها بصفايا مباشرة حطيتها في العسل. وكنتحركها باش تاخذ حقها في التعسل. ومن بعد حطيتها تاني تهيه في فليكسكاس باش تستقطر من العسل ديالها. شوالبنات ديك اللوين رفاشق نغطسوا في العسل. كي ياخدوا ديك اللوين يعني الكافي ديال التحمى. ولاشتوا العسل ديالكم سخن حاولوا تبردوا. إما إما ضيفوا له عسل بارد أو دخلوا للتلاجة. حيث العسل تأكدوا أنه يكون بارد ويكون قاسح شوية. هنا أخواتي ديست باش نقلي معاكم هذا الشكل الثاني. حيث العسل تكلفه على صبعاني. تهيه بنفس الطريقة غيش الدراسة ونقلبه. والعافية وتعني غن نقص لها. سافي قربي طيب حيث البلاغات اللي كانوا عندي في العسل. حطيتهم كلهم هنا يستقطروا باش خويت العسل ديالي. كيف كتشوفوا راهو اخدين ذيك اللوين ذهبي. ما شاء الله أغزال يعني ما فوتش فيهم بطياب باش. كيف كتشوفوا. ونحاول ضروري نحركهم مزيان في العسل. باش يتشربوا احتهما وهما ما زالين سخان. حاولوا البنات تغطسوهم وتغطيوهم بالعسل مزيان. انا هدي كانت عندي آخر قلية. ومن بعد غن نحطهم طهما في الكسكاس نستقطرهم. من الفائد ديال العسل. منين استقطرت البلاغات ديالي لبنات من العسل. هنا زينتهم باللوز. اللي فسختو وقشرتو. وقليتو في القليل من السيد. كيف ما ممكن تحمروه في الفران. يعني ادهنوه بالقليل من السيد وتحمروه في الفران. ودرت كل بلاغة فيها جوج حبات. يعني وحدة من هنا وحدة من هنا. كيف ما ممكن تحطو غيح بوحدة ديال اللوز. ما شي مشكل. او لدخليهم عاديين. يعني بدون لوز ما شي مشكل. هما في جميع الاحوال ماداق هم كيجي اكتر من رائع. وكيجيهم زينين راسهم راسهم غيب ديك شكيل. كيجي وغزالين. اما الماداق فهو جد جد رائع على البنات. وكيجيهم قرمشين مع السلين. يعني واحد المعسلة رامدانية مغربية بامتياز اللي. غتعجبكم الى جربتوها ان شاء الله. وهذا الشكل الثاني ديالها هكا. حتى هو قد لكم درتمنوا غير طبيصل الصغير. فكنتمنى البنات تجربوا هاد الوصفة. غتعجبكم وغتنال استحسانكم. وتزينوا بها المائدة الرامدانية ديالكم. والله يدخلوا عنا بصحة والسلامة والهنا يا ربي. والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. والله يرزقنا ويرزقكم من حيث لا نحتسب يا رب. الله يفرح الجميع واللي عندو شيهم اللي يفرج عليه. واللي باغي الدرية الصالحة اللي يعطيها ليه. اللي يتمنى شي حاجة اللي يعطيها ليه في هاد العواشر يا رب. فأخوتي ما تبخلوش عليا بلايك. وتعليق وكلمة طيبة. ومرحبا بكم في فيديو آخر إن شاء الله يا رب.